تعالوا نشوف أول سؤال وصلنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تحسره بيقول إيه؟ السؤال الأولان بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا متزوجة من 14 سنة بعد قصة حب طويلة بس الحب تحول لكرر ليه كفى الله الشر؟ زوجي يعتبر ضيف معانا في البيت حضرتك اتكلمت عن الخرس الزواجي اه اتكلمت انا انكر عندنا انا اسميه الموت الزواجي مش بيهون عليه يتكلم معانا في اي حوار خاص او عام ولو اتكلمت يرد على قد السؤال وبس وزاد ظلم ليا من بعد وفاة والده هو كان اكتر واحد قريب لوالده فكل ما تحصل مشكلة بنا واتكلم معاي يقول لي من بعد والدي انا مش باقي على حد ده غير موضوع القهوة بيقضي فيها ساعات مش القهوة اللي هي القهوة اللي بتشرب ده القهوة اللي بتقاعد عليها اه انا مش باقي على حد ده غير موضوع القهوة بيقضي فيها ساعات اكتر من وقته معانا في البيت يا دي تدليني على الصواب لان الموضوع بيتطور في المشاكل صح موضوع بيتطور في المشاكل لان المسألة ما بقتش سهلة لان المسألة بتتعقد انا متصور ان زوجك اول حاجة لابد ان انت تعرف فيها بشكل واضح ان زوجك كان انت بتكلمين على الوقت ده نتكلمينش على طول التلاتاشر سنة زوجك كان محتاج دعم عشان يتعامل الى ما يسمى بصدمة ما بعض الفقد يعني زوجك لما فقد والده كان محتاج يتحصل له دعم نفسي دعم نفسي ليه لان كثير من الابناء بيكون والدهم هو السند بتاعه والظهر بتاعه وهمش شايف ان حياته تنفع من غيره فلما بيفقد الاب بيفقد معنى الحياة او بيفقد معنى السند فبيحس ان هو في الحقيقة بيحصل واحدة من ثلاثة او ساعات بيحصل الثلاثة او اتنين من نوم يحصل ايه يحصل ان هو فقد اي وازع قيمي او اخلاقي يمنعه من انه يرتكب الاخطاء عارف حضرتك ازاي او حضرتك ازاي ما يكون واحد كده اللي كان منعه عن الغلط راح فبيقع بقى في اخطاء فادحة ويبتدي يعمل اشياء في غاية القبح وفي غاية السوق ليه؟ لان يذهب المعنى اللي كان بيمنعه من الشر فكهنا الحديثة رسول الله سلام لما جاه للراجل عشان يجعله عنده وازع ديني وازع مجتمع يمنعه من الخطأ الديني قال له ايه؟ هل ترضاه لأمك؟ اه ففيه جزء من الوازع المجتمعي بيساعد الانسان على انه يعيش حياته الدينية بشكل صحيح فإيه اللي حاصل؟ فكان وقح ما حضرتك بالنسبة لزوجك احد اهم الموانع من ان يقع في الخطأ فوجا يقول ايه؟ انا بعد والدي انا ما عنديش اي حاجة تمنعني من ان انا اقع في الخطأ لان والدي ده اتقول له كان بيساعدني هو الداعم هو السند هو الظاهر اللي كان عندي انا اقول لكم اقول له حضرتك سر شوية قد يكون معقد وقد لا تفعمه كثير من النساء الست لما بيموت والدها وبيكون هو دعمها وسندها وظاهرها وخاصة اذا كان والدها كان نموذج رائق ومهم جدا في التربية ورباها على الكرامة ورباها على الحنان ورباها على المسندة فلما بيموت والدها بتبقى منتظرة حاجة مهمة جدا جدا من الزوج بتبقى منتظرة ايه؟ ان الزوج يقوم بدور والدها يعني ايه؟ ينتهي في المهملة معها مما انتهى معها والدها يعني ايه؟ يشوف حنية والدها كان معها زي ويكون حنين عليها بنفس الطريقة او على الاقل يسند على صدمتها انها فقدت هذا السند وهذا الداعم وهذا الجبل من الحنية ايه بتبسط المنتظرة ده وساعات لما الزوج ما بيعملش الكلام ده بتشيل في قلبها جدا وتزعل منه جدا لانها كانت متوقعة ومنتظرة انه هو يحل محل والدها في مسندتها وفي حمايتها واذا عمل ده بيملك قلبها وتبضل طول حياتها مدينة له بالكرم والجميل ده حتى ولو ما قالتش ده بتبقى حاسة بالجمل ده الغريبة بقى والان انا لاحظته ان في كتير من الاحيين الرجالة الازواج بيبقوا منتظرين من الزوجات ان هي تقوم بنفس الدور ده ان ايه اللي حاصل انا فقدت ابويا لكن يا ريت تكون انت امي اللي بتطبطب علي وحاسة بقدي انا موجوع لان انا فقدت سندي وفقدت الدعم لي فهي لو قامت بالدور ده دور الام في اللحظة دي بتملك قلب جزء فانا بانصر حضرتك ان انت تحاولي بقدر الامكان ان انت تقومي بدور الشخص المساند اللي بيطبطب على زوجك هتقولي تطبطب عليه ازاي ده راجل ولا سائل فينا ورمينا ولا مهتم بينا خالص ايوة هو بيعمل كده لان هو بيحاول يملى الفراغ اللي تلطب عليه فقده لوالده فاذا الفراغ ده اتملى بحب وبحنان وانا اشوف ان الكلام ده وات لو قمتي حضرتك به وقام كمان به اولادك اولادكم يعني ده هيغير من شخصية الزوج جدا 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 لان هو حاسس دلوقتي بتيها اه بس انت بتقوليلي ده الكلام خرص الزواجي ده مبتدي الموت الزواجي ده مبتدي من زمان مبتدي من زمان لان هو حقيقي يعني هو مش لقي نفسه هو حاسس ان هو مالوش دور مالوش مسئولية وانا خايف ما تحضيك بس ما تستعجليش علي انا خايف ان انت تكوني دعمتي ده ان هو لما لقتيه انت مش قايم بدوره كزوج انت رح تقايم بدور الاب والام الاثنين مع بعض فهو قصر فانت قلت له خلاص خليك مكانك والله ما تيجي فقالك طب خليني مكاني يعني انت بتهمشيني طب خلاص انا ههمش نفسي صحيح الكلام ده من صحيح ولا انا موافع عليه لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعور لكن احنا دلوقتي بنحل انت بتسأليني بتستشريني اول ما باسمع كلمة اول ما باسمع كلمة اعمل ايه انا في حالي ده ودريد تدليني على الصباب فبقى فهم ان انا مش مسؤول عن فتوى بس انا مسؤول عن فتوى وعن استشارة فانا بقول لحضرتك حضرتك لو سمحتي محتاجة طب طبي على جوزك تحن عليه وولادك محتاجين يحسسوه بان هو مهم في حياته وان هو دوره في حياتهم دور مهم جدا 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 امر التاني احنا محتاجين جلسة جلسة بنعمل ايه جلسة بنتكلم فيها عن كل اوجاع الماضي اللي بيننا وبينه ونحسسو ان احنا هنتكلم في الجلسة دي عشان نبتدي صفحة جديدة ونتكلم في الساعة دي وبعدين نطهو الكلام ده ونرم الماضي وراء ونتفع ان احنا نتكلم مع بعض كل يوم وليا كل نص ساعة نتكلم عن المستقبل والسعادة نتكلم عن المستقبل والسعادة ساعتها جوزك مش هيلاقي مكان احسن من البيت يوعد فيه هو بيروح لاصدقائه وتلاقيه في النص بيسهم كده وبعدين هم يضحكوه يقولوله تعالى عنقولك حاجات تشغلك فراغك احنا مش هنشغله فراغه احنا عنخليه استثمر حياته كلمي زوجك كده ان احنا مش هنملاقلك فراغك احنا عنخلي حياتك ليها ايمة عظيمة لان اكتر ارض ممكن تزرع فيها هو بيتك اكتر مكان ممكن تحصد منه هو بيتك وعشان كده احنا جاهزين ان احنا نشاركك ان حياتك تبقى اعظم لان انت اهميتك في حياتنا مهمة اوي ويبقى نفسك تقولك بقى هو بعد ما عمل ده كله انا اسامح واروح اقف جنبه واعمل كده انا دايما في المشكلات ما بيحدورش على مين السبب لكن بدور على مين الحل لان حضرت النبي علمني ان خيرهما الذي يبدأ بالسلام وخليك انت اهل الخير واهل الثواب العظيم وكفو ان الله سبحانه وتعالى جعلك سبب من اسباب الهداية حضرت النبي قال لسيدنا عليه لان يهدي لله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فمن بالك ان الرجل اللي انت ربنا عيجعلك سبب لهدايته ده هيكون زوجك والثواب يتضاعف ولازم نعرف كده ان زي ما الثواب يتضاعف من اجل عظم المكانة وعظم الزمان زي ما بيحصل في رمضان كمان الثواب يتضاعف لعظم الانسان زي ما بيتضاعف لو الواحد فينا كان ده سبب لدعم اهله واصلته انا بنصحك ان انت تعملي ده وربنا سبحانه تعالى يضعف لك السواب